بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم محاضرة ثالثة من الفسطه الثالث وصلت أياكم للاخراج في الحيوانات الأخراج في الحيوانات انتفوا يا طلاب بعدما خلصنا الإخراج بالنباتات والأخراج بالأحياء وحية الخليط شرحنا آلية العمل وإخراجي وشون يصير فاليوم عندي الإخراج في الحيوانات طبعا الحيوانات مثل ما تعرفون تقسم إلى شنو حيوانات فقرية وحيوانات لا فقرية يعني فقريات ولا فقرية أنا سميها فقرية ولا فقرية خوش حتي فاليوم محاضرتنا تحت شعري من على الاخراج في اللا فقريات الاخراج في اللا فقريات انسورف عليه بسيط موضوع موضوع بسيط وسهل بس يراد لشنوه تركيز هذا الموضوع يحتاج لفهم اكثر ما يحتاج لحفظ ما احتاج هسا ما احتاج من عندك الورقة والقلم ما لتك وتكتب لا اريدك تركز شنو اللي راح اشرح وراها تلخص بالله عندي الاخراج من حيوانات يقول ما هي وظائف اعضاء الاخراج احنا مثل ما نعرف اللي هي وظائفها شنوه طرح الفضلات النايتروجينية وتنظيم التوازن المائي في الجسم طرح شنوه الفضلات النايتروجينية الفضلات النايتروجينية ناتج جميع اذا تذكرون بالمحاضرة السابقة من هضم البروتينات فهنا شنوه طرح الفضلات النايتروجينية وتنظيم شنوه التوازن المائي في الجسم شنوه عم تنظيم توازن المائي في الجسم يعني كل ما يصعد مستوى الماء انطرحه عن طريق الفضلات زيب او عن طريق الاخراج ومن ضمنها ادي راح اخذ البلناريا ودودة الارض وامسح الصبورة واكمل البلناريا اول شي شنو هي اللي هي تحتبر ديدان مسطحة يقول هي من الديدان المسطحة استاه شنو يعني ديدان مسطحة يعني الجسم ما لاتش يكون مسطح وهي شنو من الديدان المسطح المسطحة تمتلك جهازا نبيبيا حلو يمتد على طول الجسم مرتب بشكل عامودي وتكون النبيبات كثيرة تتفرم استاذ ما جاي افهم ولا جاي اركز بس احتاج المساحة ها المساحة تبه عليه اشتمتلك شوف هاي البلناريا راح ارسم لكم اياها نرسمها شوية بمسافة كبيرة تبه عليه خلا مساحة الفقريات ولا فقريات شوف البلناريا هاي اريد شوية كبرها اكثر حتى شنو من اوضح لكم برسم توضح اكثر باوا هاي البلناريا هذا الراس مالته هاي شنوه البلناريا هاي شنوه البلناريا حلول ومحلو حري سهل استاذ وبسيطة يقول هي من الديدان المسطحة تمتلك جهازا نبيبيا يمتد على طول الجسم مو مرتب شنوه بشكل عامودي هذا الجهاز النبيبي باوا لي يمتد على طول الجسم شوف ها هذا الجهاز النبيبي شبيه يمتد على طول الجسم عامودي يعني عامودي ويه الجسم حلو يقول باوا وتكون النبيبات كثيرة التفرع يعني هاي النبيبات شبيه بيه بيه فروع شو وش رح ارسمي الفروع انا ما رح ارسمي هواي في كم فرع ارسمي وهاي نفس الحال هنا كثيرة شنوه تفرع وش حتي زيان هذا اللي هو شنوه البلاناريا هي من الديدان المسطحة تمتلك جهازا نبيبيا ينتد على عاموديا على طول الجسم وتكون النبيبات كثيرة التفرع يعني هذا النبيب وهذا النبيب كثير التفرع يقول كيف يتم الاخراج في البلاناري ما هو 근� personnel لا اشعر لي هاء الاخراج يقول يدخل السائل في الجهاز النبيبي لازم السائل يدخل منه بهذا الجهاز النبيبي كنا خلال خلايا خاصة تعرف بمن بالخلايا اللهبية ببعو الخلايا embra labor bing saled هنا صائرة هنا صائرة خلايا اللهبية بالتفرعات هنا انا يدخل السائل من خلال شنوه الخلايا اللهبية. شوف. يدخل السائل في الجهاز النبيبي. استاذ يا سائل السائل الجسم اللي موجود هنا. زين? من خلال خلايا خاصة تعرف بفرار تجي فراغات اللي هو شنو سميه الخلايا اللهبية. زين? يتحرك السائل ببطء. داخل النبيبات. لازم السائل بقى لحسم لك يا بالازرق. شوف. او نسيته لك يا وين بالاسود. هذا السائل هنا اكو سائل. راح يدخل وين من خلال خلايا اللهبية? ويتحرك ببطء. شوف. راح يتحرك ببطء. شوف. يتحرك السائل ببطء داخل النبيبات حتى يتم اخراجه من خلال ثقوب تفتح على مسافات في سطح الجسم. اكو هنا ثقوب فرضا هنا اكو ثقوب مسافات على سطح الجسم. ما لاز قوية جدار الجسم دير بالك. الفتحة هاي اللي تطلع من عندها السائل الجسمي. هسا مو دخل من خلال. هاي الفتحات. بس الفتحة وين? على هذا جدار الجسم. يقول على مسافة من جدار الجسم. مو تفتح خارج. يعني تفتح بالجدار الجسم. يعني مو مفتوح هوية الجلد. لا الى الداخل من الجلد مالته. او من الجدار مالته. فيقول شوف يتحرك السائل ببطء. مو دخل عن طريق خلال لهبية تحرك ببطء. انه بعدين شنوه? حتى يتم اخراجه خلال ثقوب. هاي الثقوب اهنانة. بش يقول يقول على مسافة من من? من سطح الجسم. يعني مو لازقى بسطح الجسم. صار واضح? زين. يقول تولد حركة الاهداب في الخلايا الليهبية. هنا الخلايا الليهبية فرضا هاي خلية لهبية. هاي خلية لهبية. بداخله موجود? اهداب. فيقول تولد حركة الاهداب في الخلايا الليهبية. ضغطا سلبيا. يسحب هاذا هنا. متتحرك هاي هنا. الاهداب. راح شنوه تسوي ضغط سلبي. راح تسحب. شنوه السائل. مين من الجسم وتدخل علما الى النبيبات. يقول من الجسم الحيوان خلال فتحات ابرازية. زين. استاذ هاي الفتحات اللي موجودة هنانا. هاي اللي موجودة هنانا. شسمها? فتحات ابرازية. يعني راح يدخل باوع اللي ركزوا لي. هذا الموضوع فهم. مو درخ. شوف. هسا الجهاز الاخراج. يعني اشتمتلك البلا ناريا من الديدان مسطحة. جهاز النبيبية. النبيبات تمتد على طول الجسم. خوش حتي. وهاي النبيبات بيتفرعات. وبالتفرعات شكوا خلايا لهبية. الخلايا اللهبية شو راح يدخل عن طريقها شنوه? سائل الجسم. اللي هي من خلال فتحات شسمها اسمها? باوع. هادي هنا. يقول. فتحات ابرازية. راح يدخل منعتها. النو بيتحرك السائل ببطء. زين? طبعا شون يدخل بهاي الفتحات الابرازية? من خلال الاهداف اللي موجودة بالخلايا اللهبية. خوش حتي. زين. يقول تولد باوع حركة الاهداف في الخلايا اللهبية. متحركة الاهداف بالخلايا اللهبية هنا. راح تولي شنوه ضغطا سلبيا يعني يسحب شنوه سائل من جسم الحيوان خلال فتحات ابرازية. راح يسحب السائل. وين خلال هاي هنا هنا نقول هاي نحتبرها فتحة. هاي فتحة ابرازية. خوش حتي. زين. يقول تستطيع النبيبات. شوف. ان تسترد جزيئات وايوانات مؤينة بواسطة شنوه اعادة الامتصاص. تارك الفضلات تطرح الى الخارج. شوف. هسه مطب السائل منا. هذا سائل الجسم. وسائل يعني فضلات. راح تدخل منا عن طريق شنوه? النبيبات. النوب وين تطلع? تطلع منا خلال الفتحة. هاي من خلال الثقوب عبر سطح الجسم. بس الثقوب قلنا على مسافة. بس شي يقول يقول هاي الخلايا اللي موجودة بالنبيبات او جدار النبيبات. تستطيع ان تمتصب او ان تسترد شنوه? جزيئات وايوانات مؤينة بواسطة شنوه? اعادة الامتصاص. فائدة اعادة الامتصاص بالبلنارية شنوه? تسترد من خلال هالنبيبات جزيئات وايوانات معينة. صار واضح? زين. استاذ شنو الخلايا اللي هبية? تعال نعرفها. يقول هي خلايا خاصة توجد في جهاز الاخراج. المن للديدان المسطحة ومثالها من هو? البلنارية. خلايا خاصة. وين موجودة بجهاز الاخراج? بس ما المن ما للديدان المسطحة. خلايا خاصة توجد في جهاز الاخراج الديدان المسطحة. من المثال عليها? البلنارية. يقول لها تنظيم يشبه لهبا خافتا. الجداحة نشغلها واللهب مالتها خافت. فنفس الشيء لها تنظيم يشبه شنوه? لهبا خافتا يدخل السائل في الجهاز النبيبي الاخراجي. يعني يقول السائل هنا مرح يدخل للجهاز النبيبي الاخراجي? من خلالها. يقول يدخل السائل من خلال النبيبي الاخراجي من خلال فراغ. من هو? من خلال الخلايا اللهبية. وتولد. نجي نسؤلف على شنوه? لأهداف اللي موجودة بالخلايا اللهبية. راح مو تتحرك الاهداف. راح تولد ضغطا سلبيا. يسحب شنوه? يسحب يمتصل سائل من الجسم من جسم الحيوان خلال فتحات أبرازية صار واضح طلاق زيان استاذ ليش نسميه الخلايا في الجهاز النبيبي الإخراج بالخلايا اللهبية او لماذا تسمع بالخلايا اللهبية لكون هذه الخلية الخلية اللهبية لها تنظيما يشبه لهبا خافتا صغيرا هذه الخلية اللهبية لها تنظيمة يشبه شنوا لهبا خافتا صغيرا مو واضح هذا من هو اللي خلصت شنوى الاخراج بمن في البلنارية والديدان المسطحة ناخذ هسا الاخراج بدودة الارض طبعا موضوع كلش بسيط بس يحراد لك شنوى اتركز لان هذا الموضوع عدنا احنا التكاثر بصفه السادس التكاثر بدودة الارض اه طبعا من المواضيع اللي تعتبر طالبي يحسها معقدة اذا ادرخها بس هو شنوى من المواضيع البسيطة اذا يحفظها انتبه يقول كيف يتم الاخراج في دودة الارض هسا احنا احنا الاخراج بالبلنارية عن طريق شنوى الجهاز النبيبي احنا شنوى راح يصير الاخراج بدودة الارض يقول تمتلك دودة الارض جهازا اخراجيا جهازا شنوى اخراجيا يتمثل بزوج منه شنوى النفريدية باوا النفريدية النفريدية من تقراها النفريدية لا النفريدية النفريدية هاي تجيك على شكل فراغ تمتلك دودة الارض جهازا اخراجيا تمثل بزوج من فراغ في كل قطعة جسمية تقريبا ما افتهم تستاذ باور هذا الرسم صغير هاي دودة الارض بها قطعة جسمية حلقات خوش حتي بكل حلقة شو عندي عندي نفريدية هل هيش التوضيح زوج من نفريدية كل حلقة بها زوج من النفريدية خوش حتي فالنفريدية هي شنو تمثل تعريفه تمثل جهاز الاخراج الاكثر شيوعا في الحيوانات اللافقرية حلو بسيطة وسهلة هيش تمثل جهاز اذا جهاز بتركيب في الموبايل جهاز او مو جهاز ببطارية بشاشة بسماعة بلاقطة فاذا هاي النفريدية هي عبارة عن جهاز بس يا جهاز الاخراج الاكثر شيوعا بمن في الحيوانات اللافقرية حلو استاذ شنو تركيب هذا الجهاز شنو لتركوبه تعال ال واضح فهي تشبه اخته يقولتها تألف كن فريد يوم امين من تركيب قمعي يعرف بش اسمه بفراغ بالثميم الكلوي يقع امام الحاجز الفاصل بين الحلقتين جسميتين وتعاقبتين استاذ ما جاي افهم الموضوع صعب لا مصعب تعال رح اكبر لك هذا الرسم هاي دودة الارض رح اقطع جزء من اته دودة الارض يلا خلنا مسح بيدي عادي شوف حتى نكبر الرسم هاي دودة الارض شوف هاي دودة الارض هاي حلقة جسمية وهاي حلقة جسمية وهاي حلقة جسمية وهاي حلقة جسمية هاي شا اسمها هاي نقول حلقة واحد حلقة اثنين حلقة ثلاثة وهاي حلقة اربعة هذا شنوه اللي هو دودة الارض شبيه همين متكون جسمها من حلقات حلو يقول تتألف كل نفريديوم من تركيب قمعي يعرف بمن بالفميم الكلوي يقع امام الحاجز الفاصل بين حلقتين جسميتين متعاقبتين خلي اول شي اعلمك او اعرفك شنو هو الحاجز الفاصل هذا الحاجز الفاصل شباب هذا شوفوه هذا خلنا نسويه بالاسود هذا شنوه حاجز فاصل بين حلقتين متعاقبتين يعني الحاجز هو شحة شي اذا نطلع على الحاجز سهل يقول تركيب قمعي يعرف بمن بالفميم الكلوي يقع امام الحاجز الفاصل بين حلقتين فاذا هذا التركيب القمعي خلينا نرسم لك ياب الأحمر نرسل على شكل قمع تركيب قمعي شوفوه حلو هذا التركيب قمعي يقع امام الحاجز الفاصل بين حلقتين متعاقبتين هاي حلقة مثلا هاي هم حلقة خوش حاتشي زين يقول يؤدي الفميم الكلوي هاغ الفميم الكلوي المن يؤدي باوع يؤدي الى انبوبة ضيقة شنوه مهدبة هاي الانبوبة الضيقة باوع لي باوع لي يؤدي الى انبوبة ضيقة مهدبة ذات انحناءات حلو اه طلع سهل ومسهل استاذ شنوه يعني مهدبة يعني بيها شنوه بيها اهداب من الداخل باوع لي بيها اهداب من الداخل هادا شا تقول عليها سراحة اشر هادا ش اسمه فميم كلوي تركيب قمعي يقع وين بالحجاب امام الحجاب الحاجز بين حلقتين متعاقبتين يؤدي المن الى شنوه انبوبة مهدبة حلو زين ضيقة هاي الانبوبة المهدبة في الحلقة الجسمية زين وتكون ذات انحناءات وين قال بالحلقة الجسمية مو بالحاجز لا بالحلقة الجسمية الفميم الكلاوي بالحاجز بس هاي وين بالحلقة الجسمية زين وتكون ملتوية من خلال عندت انحناءات هاي شوفها ملتوية من خلال عندت انحناءات وتكون محاطة بشبكة من الاوعية الدموية الشعرية حلو يعني شبيه تكون محاطة سوي لك يا هب بالازرق هاي بيها محاطة بشبكة من الأوعية الدموية الشعرية بها هو الأوعية دموية شعرية من هو الأنبوبة صار واضح؟ زيان شوف هاي الحد اللي هنا تمام يقول يتوسع القسم النهائي من النفريديم ليصبح بشكل مثاني ومن ثم يستضيق ليفتح في الجهة البطنية استاذ شنوه هسا انت قلت أنبوبة وقلت فيما يمكنه بعد ان قلت يتوسع الجسدنها هو الفميم يكلوي ولنبوبة هو شنوه هو نفريديم محدة زيان هو طبعا اكو اثنين منعتين يقول يتوسع باوع راح يتوسع شوفوا راح يتوسع هنا توسع راح شي يشكل لي يشكل لي تركيب يشبه شنوه المثاني يعني يكون المثاني ها كلها نفريديم بتتكون من فميم كلوي انبوبة وشنوه المثاني خلي هنا هاي اوسع لك ياها اكثر باوع شلون هاي مو الانبوبة هيت زيان يقول وتفتح من الجهة البطنية هاي هسا قد دعم شنوه جهة ظهرية وهاي شنوه جهة بطنية فهاي تفتح هنانا صار واضح منها تفتح بالجهة البطنية هسا أنا هذا التركيب يقول لك إيش راح تركيب النفريديم زيان أو النفريديا النفريديا اثنيا النفريديا واحد من خلال الرسم عرفت تتكون شنوه من تركيب قمعي اللي هو منه الفميم الكلوي يقع أمام شنوه الحاجز بين حلقتين وتعاقبتين والله ما حافظها فاهمه زيان هسا من خلال الرسم فاهمتها اكثر هاي التركيب الفميم الكلوي يؤدي الى أنبوبة ملتوية ذات بطانة مهدبة في الحلقة الجسمية ويقول وتتوسع النهاية تقدر يقول لهاية الأنبوبة المهدبة أو نهاية النفريديا شنوه تتوسع فراح شيش شكلي يقول بشكل مثاني ومن ثم يستضيق طبعا هنا باوحش وفشتون استضاق ومن ثم شنوه يستضيق يا أخو ما عريضة تبقى لا راح تستضيق ليفتح في الجهة البطنية من الجسم من جسم دودة الأرض بالفتحة تعرف شنوه بالفتحة النفريديا يعني هاي الفتحة اللي صارت عندي هنا راح شاسميها فتحة نفريديا موقع الفتحة النفريديا الجهة البطنية لدودة الأرض أستاذ ارسم ليها مرة ثانية تعال هسا ارسم لك ياه أنا عندي اليوم مستعداد راح ارسم لك ياه بقلم راح تقلم شوية خطة ناعم بالأسود هاي شنوه التركيب القمعي شوف راح يؤدي المن الى انبوبة مهدبة وهاي الانبوبة المهدبة تتوسع نهايتها راح شا الشكل لي المثاني النوم بتستضيق تطلع المن الى فتحة للخارج هذا التركيب القمعيش اسمه الفوميم كيلو حلو راح يؤدي المن الى باوعلي الى انبوبة اللي يسميها شنوه الى انبوبة اللي يكون مهدبة بطانته تحاط بمن باوعية دموية هاي الانبوبة باوعية دموية شعرية النوم بتتوسع راح شكل لي المثاني النوم بالمثاني تستضيق وتفتح هنا لالفتحة شسموها الفتحة الفوميمية صار واضح طلاب موضوع بسيط وسهل بسرات لتركيز هذا خلص ناع اللي هو تركيب شنوه للفريديا يقول وضح عملية الاخراج في دودة الارض وضح لعملية الاخراج في دودة الارض بابا يقول يدخل السائل الجسمي عن طريق شنوه الفوميمي كلوي حلو راح ارسملك يا بيمن بالاخضر هذا الاخضر هو شنو سائل جسمي يقول يدخل عن طريق الفوميمي من ثم الانبوبة راح ارسملك السائل الجسمي عن طريق شنوه الفوميمي الكلاوي انه ب HELP يritt للانبوبة حلو زين عال طب وين بالانبوبة يقول يدخل السائل الجسمي شوفوا لاخضر وين طاب بالفوميمي الكلاوي انه ب���رح الانبوبة المهدبة زين ثم الى الانبوبة يقول يتم اعادة امتصاص الماء هايش بيه بيها طبعا سائل بيه ماء صح لو ألا يقول يتم باو يعادة امتصاص الماء والمواد المفيدة مثل السكر بواسطة خلايا جدران الأنبوبة بعملية شنوة? اه بعملية الامتصاص او الصح؟ ومنها الى الأوعية الدموية الملتفة comet provin؟ حول النفريجة. باوي هنانا هاي الآنبوبة مثلا هاي الانبوبة! هنا بها خلايا و هذه الخلايا تمتص المواد الماء والمواد الذائبة فيها مثل السكر عن طريق الخلايا يسمونها الخلايا المبطنة لجدران الأنبوبة هذا يسميه جدار الأنبوبة ومن ثم يذهب للأوعية الدموية الشعرية التي حولها الأنبوبة صار واضح؟ يقول ما هي الأوعية الدموية الملتفة حولها؟ النفريديا يعني يقصد ما أستاذ أستاذ هي أنبوبة أو نفريديا؟ هو الأنبوبة الجزء من النفريديا؟ لو لا؟ عادة تقول أنبوبة أو نفريديا يقول تطرح الفضلات المتمثلة بمن؟ بمن فضلاتها؟ أمونيا ويوريا لأنها فضلات نيتروجينية إلى الخارج عبر الفتحة النفريديا هذه الفضلات التي ستزود ستطلع منها عبر الفتحة النفريديا مع قليل من الماء ليش قليل من الماء؟ ستقول أستاذ ما هو متص من قبل الخلايا الموجودة بجدار الأنبوبة الملتوية يقول أن الدم في الأوعية الدموية الشعرية الملتفة الدم هنا بالأوعية الدموية الشعرية الملتفة حول النفريديا يقوم بطرح الفضلات من مختلف أنحاء الجسم إلى النفريديا هذه الأوعية الدموية هي باوع ممتصة المواد المفيدة وراحت وين للأوعية الدموية؟ بس الأوعية الدموية هنا الدم مش به بفضلات ها من راح ترجع وين الطرحة؟ بداخل الأنبوبة أو النفريديا لتقوم بدورها لطرحها المن إلى الخارج موضوع بسيط وسهل راح أعيده يقول يدخل السائل الجسمي عن طريق في ميم الكلاو ثم إلى الأنبوبة ومن ثم يمتص من قبل الخلايا المبطنة المن لجدار الأنبوبة راح يمتص الماء والمواد المفيدة مثل من السكر راح تمتصه وراه هو راح يروح للأوعية الدموية الشعرية الملتفة حلو وراه راح يصير يطرح الماء يعني الفضلات وقليلا من الماء عبر الفتحة النفريديا صار واضح؟ إستاذ أكو دمبل أو إعداموية شعرية هذا الشيء سيطرح الفضلات طبعا الفضلات التي تطرح من قبل الفتحة النفريديا مثل من الأمونيا واليوريا إلى الخارج بس الدم بفضلات أيضا راح يطرحها داخل النفريديا صح لو لا؟ من راح يطرحها داخل النفريديا شوف شي قد إلا النفريديا متقوم بدورها لطرحها إلى الخارج أروح أمسح الصبورة وأرجع أكملوا وياكم رجعنا وياكم طلاب بعد ما مسحنا الصبورة وصلنا إلى الإخراج في السرطان البحري أخذنا الإخراج برودة الأرض ومعالج بالبلنارية اليوم يقول ممن يتكون جهاز الإخراج في السرطان البحري وهو من من زوج من الغدد اللامسية الغدد البلنارية يشبهها جهاز نبيبي بشكل عمودي ودودة الأرض النفريدية هنا ما يسميه الغدد اللامسية أستاذ شنو يعني معناتها تسميتها باللامسية هسا الخلايا اللهبية تشبه لها بخافت ها بمن بالبلا ناري هنا الغدد اللامسية يقول نسبة إلى قربها من مواقع منشأ اللوامس باوة شايف فرضا فرضا الصرصر مو بلوامس ذن الثنين فهنا أكوهن الغدد فصرطان البحر نفس الحالة هن بلوامس ذن اللوامس اللي يتحسس بيهن فالغدد هنا موجودة قريبا من منشأ اللوامس ويقول الغدد اللامسية عبارة عن تراكيب أمبوبية مزدوجة تقع في الجزء البطني من رأي السرطان البحري إذن شنو عبارة عن تراكيب أمبوبية مزدوجة يعني اثنيا تراكيب أمبوبية هذا التركيب الأول وهذا التركيب الثاني تقع في الجزء البطني من رأي السرطان البحر يعني من الجزء البطني من رأي السرطان البحر وتمثل أحد مكونات جهاز الأخراج في أسرطان البحري إذن هي عبارة عن تراكيب أمبوبية مزدوجة تقع في الجزاء الباطن الميان من رأس السرطان البحري وتمثل أحد مكونات جهاز الأخراج في أسرطان البحري إجيك سؤالي لك ما التركيب الغدة اللامسية كل غدة تتألف من قناة صغيرة تؤدي المن إلى المثانة تفتح من جهتها الأخرى في نبيب ملتوي باور أستاذ ما جايفتهم هاي كل غدة بيها قناة صغيرة هاي خلي أشير لك ياها بالأحمر شوف كل غدة شتمثل هاي قناة صغيرة حسب يعني كلامه قوت تتألف من قناة صغيرة تؤدي إلى المثانة حلو هاي المثانة شوف هاي المثانة هاي منو المثانة هاي المثانة حلو زين تفتح من جهتها الأخرى في نبيب ملتوي هاي الجهة هاي الجهة بيها شنو قناة صغيرة تؤدي المن إلى المثانة تفتح من جهتها الأخرى منو المثانة إلى نبيب ملتوي باوع نبيب ملتوي شوف هاي شون هاي نبيب ملتوي صار واضح زين وين يؤدي يؤدي بدورة بدورة المن إلى تيه غشائي الذي يكون ذي لون أخضر هذا تيه الغشائي خذلك تسوي لك يا باللون الأخضر إلى تيه تيه غشائي شنو اللون ملت أخضر بس هاي شبي يقول ويحتوي شبكة غدية ويحتوي أقنية متشابكة إذن يحتوي شنو شبكة غدية ويحتوي أقنية متشابكة يقول تمثل الغدية اللامسية تصميما متقدما للنفريديم باوع شوف شوف يقول تمثل يعني تشبه النفريديم إلا أنها تخلم مين من فمي من نفريديم النفريديم كان مو كان بي تركيب قمعي هذا ما بي فالتركيب القمعي كان نهايته هنبيشن ويؤدي إلى أنبوب بطانته مهدبة هنا لا قناة صغيرة من يتكون شنو الغدية اللامسية يقول لك احتيلي تركيب الغدية اللامسية قناة صغيرة تؤدي إلى المثانة والمثانة تؤدي المن إلى شوف شوف إلى نبيب ملتوي هذا أسميه نبيب نبيب ملتوي خلوش حتي والنبيب الملتوي يوده وين إلى تيه غشاء مليء بمن شوف يقول مليء يحتوي أقنية متشابكة وشبكة غدية صار واضح طلاب هذا هو الأخراج في سرطان البحر شيء راد لمير راد لشيء بسيط وسهل نجي الأخراج في الحشرات والعناكب الأخراج هاي آخر شيء بالأخراج باللافقريات الأخراج في الحشرات والعناكب يقول نبيبات بيمن جهازه اللي هو جهاز نبيبي اسمه نبيبات مال بيجي يقول عبارة عن تراكيب أمبوبية مزدوجة ذات قطر ضيق ينقصها شنو التزويد الدموي يعني ما بيها أملاح البوتاسيوم وتمثل جهاز إخراجي في الحشرات والعناكب باو خلي أقراك كاملة حتى شنو أفصل لك أبتفصيل غدة المستقيم غدة خاصة توجد في جدار المستقيم في الحشرات والعناكب ويعاد انتصاص معظم الماء والأملاح البوتاسيوم بواسطتها استاذ كيش ما افتهمت اشرح لي باو هذا عندي رسم هذا فرضا هنا الأمعام مال من مال الحشرات والعناكب خلوش حتشي فيقول عدي نبيبات مزدوجة ذات قطر ضيق وشنو مغلقة النهايات يعني السائل يمشي بها شنو باتجاه واحد باو فيش يقول يقول هي عبارة عن تركيب انبوبي هذا تركيب انبوبي مزدوج هذا واحد وهذا شنو الثاني ذات قطر شنو ذات قطر ضيق القطر مالته شنو ضيق شوف قطر مالته ضيق ينقصها التزويد الدموي يعني ما بي او اي دموية شعرية مثل اللي خضنا النبيب الملتو اللي موجود وين بالنفريد يوم مو كان داك دار ما دار شنو شعرات دموية هذا يقول ينقصه التزويد الدموي ويتم افراز الاملاح فيها خصوصا املاح البوتاسيوم اهنانه مو يطب الطب المواد الغذائية اهنان راح شنو املاح البوتاسيوم والطب لهنانه املاح البوتاسيوم راح الطب اهنان حلو وتمثل جهاز اخرازجيا في الحشرات والعناقب اللي هي شنو نبيبات هاي ش اسمها كلها اسمها نبيبات مال بيجي نبيبات مال بيجي هالساعة تراكيب امبوبية ضيقة القطر مزدوجة يتم مفراز بها شنو املاح خصوصا املاح البوتاسيوم زين غدد المستقيم يقول غدد خاصة توجد في جدار المستقيم اهنانه في جدار المستقيم هذا غدد خاصة وين بس ياهو ياهو مستقيم مستقيم الحشرات والعناقب وظيفته هاي الغدد اعادة امتصاص شنو معظم الماء والاملاح يعني الماء والاملاح موطلع منه يرجع يمتص من قبل شنو غدد المستقيم وخصوصا املاح البوتاسيوم تعال هنا يقول كيف يتم الاخراج في الحشرات يقول تفرز الاملاح في نبيبات مال بيجي بعملية نشطة وبتوفير الطاقة شوف احنا هاي العملية النشطة لازم ااخذك للسادس النقل الفعال زي احنا رح شنقل احنا رح تطب الاملاح بعملية نشطة بوجود الطاقة تفرز احنا تدخل النبيبات مال بيجي باوح هذا الجسم هذا كله يحتبر شنو يحتبر جسم تحياتي لبو الغاز ما اعرف على شنو اندي كورن شوف هذا الجسم وهذا مثلا الامعاء هنا اكو سوائل سائل الجسم هش حتي فالنبيبات مال بيجي رح الطب هالاملاح هنا اللي هي شنو بعملية نشطة بوجود الطاقة يولد افراز الاملاح تأثيرا ازموزيا يعمل على سحب الماء والمواد المذابة والفضلات النايتروجينية الى داخل النبيبات سادسكي شو ما افتهمت باوعلي باوعلي هذا هنا سائل الجسم مش بي بفضلات وماء وسوائل جسمية يعني اي شي موجود هنا فهاي مو يزيد تركيزها مال مي هذا الموضوع هم لازم يسرح لك يا بالسادس اللي هو اسمه التناضح رح شي سوي الازموزية اليوم انت عندك ماءون مال مي عندك معون العفو زيان بس هذا الماعون رطب معون جربها ستبه البيت معون خليلك وهذا الماعون يكون شوية رطب خليلك بيفص ملح رح تشوف المي يتجمع وين على الملح يعني المي يجي من الماعون يروح الملح هاي حركة الماء الى الملح يسموها اسموزية هذا ما دام بي ملح هنا فالمي رح يجي يتجمع وين يعني يتكوم وين على الملح صار واضح فيقول يولد افراز الاملاح اللي موجود بالنبيبات مال بيجي شنوها تأثيرا اسموزيا يعمل على سحب الماء والمواد المذابة فيه يعني شنوها المي رح يطب يعني هاي اصابع ملحية صارت والفضلات النيتروجينية الى داخل النبيب يعني رح تطب هنا الفضلات يقول عندما يسيل البول المتكون الى المستقيم هذا المستقيم رح يسيل شنوها بعدها صار بول زين يقول عندما يسيل البول المتكون الى المستقيم يمتص منه معظم الماء والبوتاسيوم بواسطة شنو غدت المستقيم هذا باو حسن مسحب للماء هاي غدت انو بيباش مع البيجي ليه انصار بها ملح شوف ركزوا هذا موضوع فهم ترى طلاب محفظ هاي مصار بها ملح رح تسحب المي من رح تسحب المي والفضلات النيتروجينية بعد ما قدر اسمي مي رح شنسمي سمي البول زين فالبول رح ينزل هنانا وين الى المستقيم خوش حتي ورح يسير يب شب هذا الاتجاه زين من رح يشب هذا الاتجاه رح يلاقي من هو رح يلاقي غدد المستقيم احنا هاي غدد المستقيم خاصة توجد في جدار المستقيم زين وظيفته شنو يعاد امتصاص معظم الماء وملاح بوتاسيوم يعني الماء يطب منه الان بيبات مال بيجي نزل سال الاملاح المذابة فيه بواسطة شنو اللي هو غدد المستقيم فالنوب والفضلات بعد هي تطلع من المخرج وتطلع الى الخارج باوا يقل لك الالية الاخراج في الحشرات والعناكل سهلة تفرز املاح في نبيبات مال بيجي هاي الاملاح رح تطبلي للنبيبات مال بيجي نتيجة افراز الاملاح في نبيبات مال بيجي هنا ازموزية هاي ازمو ازموزية ازموزية يعني شنو سموه تناضح تناضح حظر بالسادس ان شاء الله تلقون محاضرة تناضح يسحب يعني ورامان فرزة الاملاح بالنبيبات مال بيجي رح تسحب الماء والمواد المذابة فيه والفضلات النيتروجيني يعني تسحب المي والمواد المذابة بالمي صار واضح وين والفضلات النيتروجيني وين رح تسحبها تسحبها الى داخل النبيبة مثل هذا الشرح زين حلو يقول هذا من سحبته بعد هذا رح ينزل شنو ينزل بول يقول والبول في المستقيم يمتص منه معظم الماء هذا ما رح يسيل هنا بالمستقيم رح يمتص منه شنو باو معظم الماء والبوتاسيوم بواسطة شنو غدد المستقيم والفضلات يصير بها تطرح الى الخارج وخلصت محاضرة جواياكم وتعالوا ألتقيكم بالاخراج في الحشرات في أمان الله وحبه ترجمة نانسي قنقر